ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و نحظر هم تجرق عبّثت كل فى مؤمنة لنخرج و انتحسن جميعهم لنقل هذا الّهن و نحظرو هذا الامور لأن نرى الامور من تقدموه في الطمان و هو اظنروا من الامور الكوميديا او لا يعني الغناء. سبكتاكل هادي هو لازم على نوفوتي اللي كيناه هو انه سبكتاكل كله ديال ليبنوز. ساحسين ديال مغانا ديال ليبنوز. الناس يقولوا كيفاش ساحسين كلها ديال ليبنوز. وصو معرفوا ان السبكتاكل هادا ديجا كيددار في حال فالفغما هادي في العالم بأسره. حنا في المغرب اللي ما زال ما عناش معروفة فاللي داري كان درو ادلو ادلو شو كيكون. حساش الليبنوز. فحلو في حال اي مات دافنية. اه. في حال تمثيل في حال غناف حال كوميديا اتترى. كيين لبنوز ولكان كين كين بزاف الحاجة اللي مع ليبنوز. دزايما في حال ميزون سين. دزايكرون كين موسيقا كين بزاف ديال اللي كين بذاله شو. فمرحبة بكم. جايوا وتعشوا تجربة زوانا. وشوفوا شي حاجة اللي عمركم شتوف على مقبل. وانسيون عارفان تلاقد اي حاجة كذلك 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 في المغرب إن شاء الله وفي العالم العربي إن شاء الله نحن أخذ دميني إمو غاجلت سأحقص بهم في البديئة ديال 2017 من بعد ما أدرس بزيال الباساج كنت ديج أدر بدي باساج في تلفازات فلقنا شخص كان لقنانا وطاليس وطاليس عجبو ذلك الشيء لأن طاليس دي ما كي عجبوش عجلية جديدة كي عجبوه صيد الفرص وطالينا نقادة بها صفقنا وطاليه باستخدامه وباستخدامة فاستخدامة ان النقطة ديال لقدة سأخرج على الإيبنوز جديدة بسيطة وقد تجعلها في مجال الإموراج هذه الإموراجي كما قصعدكم منهم وهناك سبكتاكل كما ينجاح و Tulsa الناس الذين eccلوضوا فقلنا نحن الذين يحصلوا إلى الإموراجية في عام نبدأ هناك كيف نثير الإموراجي في المجلطة هذه هي الفكرة في الأول والذي يكون الشرف باللعب في مقدم العرض في إموراجي مع نجوم كوميديا في المغرب ولكن أبقى أستطيع أن أكون شخصاً لكي لم يكن وهذه هي المعلومات التي تريد أن نصلح وهذا الشيء الذي تريد أن نصلح لأن الكثير من الناس لم يفهموا بشكل جيد لأنني لم يكن لدي خلاف من الاختلاف لم يكن لدي خلاف من الاختلاف لأنني لم يكن لدي خلاف لأنه لا يوجد أمور مادية أو النصب أو الحسين لا أنا صراحة لم يكن لدي معاة السيدة ولكن كان اختلاف في العمل لأن الطريقة للعمل كما نريد أن نكون ويجب أنني كياسم الرائز ممكن أن نلقى بلوكي في هذه المرحلة أجل سيدي أن نوقف تكلمت معه تكلمنا أشوفت أن هذا شيء ما زال لا يستطيع أن نذهب فأجل سيدي أن نوقف ونقفه بأنه يجب أن نلقى السيد ويجب أن نلقى كل احترام ولكن ندزل إلى مرحلة وإخرى وهذه النصحة التي نريد أن نعطيه لنا لأن الناس الذين يريد أن ندروا شيء ما لا تسننوا شيء واحد الذي سيزعم يدر لكم شيء ما لا نوضو خدمه على رأسكم طبعا الحال يجب أن تكون لحد الحظ هو التوكل على الدور ما أنتم لا تدروا اللي عليكم والكامل على الله لا 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 أكذب عليك عندما ذلك الحد الساعة أريد أن تتكلم على رأسي يعني أريد أن تتعاقد مع أحد أخر ما كان يعني شيء ما كان يعني أنه الناس أنتم عقب معهم يكونوا خيبين أو لا 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 غير هذا يضيع لي واحد واحد مننا والذي عاوسين واحد الوقت أنا لا أريد أن نضيع هذا بوقت عندي واحد الأسطراتيجية التي نختم عليها الأسطراتيجية التي تفعلها إن شاء الله بها نبدأوا نرى كموسا مارك شيء أبقى لدينا أفكار في تلفزة إن شاء الله نحن نأخذ دائم سوف يشاهدون جيدا من عندك ما زال عقل أنا كانوا تتكلمون لدينا الناس للتمثيل لا يريد أن يحرق المراحل عندما تعرف في بعض الأسطرات يقولون لك صباح سمايا ورزق ضايا أنا لم أعجبني أن تجد أحد يستطيع أن تستطيع هذه الأشياء لا أركز أحد الأشياء لأنها أشياء جديدة أنا من صغري أجبني أن أكون مختلف في أشياء جديدة أنا أصطر له هذه والتمثيل إن شاء الله أفكر فيها أنا أصطر له لأنه لم يتحدث لأنه لم يتحدث كان يقول له كان يتحدث أفهم في الكاميرا إن شاء الله إن شاء الله مع الواحس أرى كانت الفكرة من 2015 2015 كثيرا من الناس كانوا يقولون له كان يتحدث بسيطة بسيطة من ديما ميكوس كان نقلس مع رأسي و كان نفكر برنامج بذلك القيمة يعطيك يعطيك يعطي العالم العربي بأسره أنه يتعرف عليك و كسعرف اللغة لك لا يوجد رأسي و هذا رأي شخصي و إنه مرأس في عرب كانت عطيه فرصة على شخص والسلسة الذين يكونون في الحجنة أجلهم فرصة أنهم يقيموا و يقيموا و يعطيهوا و يقيموا و يمكنوا تقييمه تقيمه مفهم و هناك مشكلة اللغة لكي تتعلم يفهمك كيف يشهدون معهم ويقدر أنه لا نعرف لا يدوش وهذا التقييمه سيؤثر على الناس يعني هذو الناس إذا قالوا لك لا ما فهمناش مزيان أو لا هذا يقدر هذا الشيء بلصم أنه يلعب في صالح ذلك يعني في العكس نحن لديه مستخاتيجي لكي نقوم بميدياتيك في الكثير من الدول العربية ولمن ندوش قمت بالمروز عمه من هذه المرحلة برنامج المواهب سنقتل هذا الفضل لا يزال لا تقوم بها وانانياة غير بما اظنه لكي يمكن هذا الرسال يمكنك أن نقوم بإراداء مواهب لا يمكن أن أعود إلى المرحلة بإيجادك بمواهب لا، الحمد لله أعلم في كل ما نعرف أن تكون غالباً لديه تкойتبير من المزيدات الحمد لله لذلك في كل ما نعرف بهذا الشيء لكن هناك نصف مليون في النصف كانت تلتة مئة سالف سوى انستاغرام وخاز عما ما كان نخدمش فزاف لغيزو سوسيو ولكن الحمدلله يعني ما هديك كيبقى بحل رأي شخصي أنا الزعمال اللي أنا اللي اخديسه كان ينو كمشي في المغرب كان ينو كمشي في المغرب كان ينو كم بزاف في أوروب في الفرنس كان ينو كم بزاف كان ينو كم بزاف بولدان في المغرب ما زال احنا كنحاولو هذا زعم ما داملو بجيسيف ديالي كاملو وعنا نستعم الزعمال للماتية لانه كيليبنووذو الترابي اللي كيعال جوبيعا فإنسان اللي كيجي اللي بنازو سوى شوى extinction يقشي في المغرب فأدخي كيليبنووذو ترابي فتحلسة بزاف مشاكل لانان عشي بقصدر ما ديالو ولانان عشي بعض المحلومات ديالو ولان فالمعلمات ديالي كامل يعني لكو عندك مثلا دي فوبية يعني عندك وحد خوف كبير من شيئ حاجة او عندك مثلا ديزاد ايشию أو حيث تأكسين وطبا أو حيث تغييرك بشكل مفترض أو حيث تتقافي أو حيث تتقافي لأنه حيث تتقافي لأنه مرحل جداً هذا الشيء جميعاً يمكننا أن أفعله عن طريق تنظيمه والناس الذين لديه اختصاص في المقلومة تغييره هذا الخدمة لأني أعاوني للناس هو أنه يجعل هذا الشيء يتساقوا لأنه كائنا الذين يتساقوا لأنه في هذه الناس لأنه في التقافينا سيزال هناك بعض الناس يقولون ما ربما تشي ساحر شعوه ده كي يقولوا ما ربما غير يفاهمين لذلك ده بحنا ندرنا الاسبكتاك بشي يجيوا الناس بشي يجربوا ويشوفوا هاتشادة مع عائلته ومع صاحبه لا ولا كي ما كي سوقعش ما كي سوقعش وهناك نأكد على أن نيبنوتيز يكون بروفيسيونيل كي مزاب دي تكنيك باش تخل إنسان في الحالة التنماناتيسية واحد طريقة اللي هي سليمة وتخرجه بطريقة اللي عاوثيني سليمة يعني كي ناس اللي كيدخلوه في الحالة دي تنماناتيسية ويكعافش يخرجوه مزيان فكيخلاه واحد إنسان هو يعني رأس دي لكي يحرقو أو لكي يقدر قاعد يدللو دي زاب غي اكسون يعاود يطلع له شيئ دي كلايات اللي عنده خايبين من الصهور دي لكي عاود عاوثين يتعقد ما يداش نعس في الليل وما يكونش مزيان في الاخدماء فلذلك الابنوتيز تخيز عليها من الفين وستاش من اللي بديلسة كما تقول لفنوس جاربو مع ناس دي بروفيسونيل جاربو مع ناس اللي معروفين اللي كيدروها تشي سيسي قبلت بزار دي الناس فهمتيني ما يكونش ذاك شي تاي تا تيت ما يكونش ذاك شي معشي واحد اللي لأنا كان دي تكنيك دباز لأي واحد يقدر يقلب عليهم ويبغي يبخاطيكي يسوكتو مع ما اللي كنا بنا فمع هشام مثلا اللي كنا نجلو تحييها في كيك نسيكي وليسي بزار دي الناس بغاو يتلاحو لهذا شيء كان دي تكنيك دباز ولكن من البعض راكي ويقعوا بزار دي الناس اللي بسابعين شوف تيفي برافو عليكم عرفتوا لمن تتابعوا الله يخليهم الله يخليكم تسوما لهم وكا كلهم إن شاء الله يجيوا بكتافة إن شاء الله له سبكتاكل اللي غيكون نهار جمعا 22 مارس مسرح ريالتو قال إنسان سانا كنشوفك إنسان دابن مور التليفون دي كسقول لا باركة مطلقة عليناك أجي له سبكتاكل وغادي تعيش واحد جريبة اللي غادي تعجبت بزار دي شكرا